اشتركوا في القناة لبنان كما انها تتهمه وفريقه بالوقوف وراء ما يسمى شهود الزور الذين قيل انهم ضللوا التحقيق الدولي عبر اتهام سوريا او بعض حلفائها باغتيال رفيق الحريري حبيب الفت نظر رأي العام لا يصدور القرار ظني مع الاستشارات نحن لا نرهب لا من وضع دولي لا من وضع محلي طلعوا مية قرار ظني ما رح نغير رأينا بالوقائع وبالاشخاص لكن قوى الرابع عشر من اذار المتحالفة مع دول عدة ابرزها الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية فانها تتهم المعارضة بالقيام بانقلاب سياسي يستهدف الغاء المحكمة الدولية ولذا فهي تتمسك بسعد الحريري كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة اجتمعت كتلة نواب المستقبل اليوم في دارة دولة الرئيس سعد الحريري وبرئاسة دولة الرئيس سعد الحريري بنتيجة الاجتماع أكدت الكتلة على ترشيح دولة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة في الاستشارات المقبلة غدا صعوبة هذا الاستحقاق تكمن في تعادل القوى داخل مجلس النواب اللبناني بين أنصار سعد الحرير ومعارضيه ولذا يسعى الفريقان إلى استقطاب أصوات كتلة النائب ولد جنبلاط باعتبارها الكتلة المرجحة لأي من الفريقين وبعد اختيار رئيس الحكومة يتوقع كثيرون أن تتعثر ولادة الحكومة وذلك لدخول لبنان حالة تجاذب داخلي كبير وحالة استقطاب خارجي قد لا تقل حدة عنه وذلك في ظل انتظار صدور القرار الظني المرتقب عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محمد نون بي بي سي بيروت